السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله التجارة تطلق وجبة جديدة من مادة الطحين اعلنت وزارة التجارة ووزيرها اثير داود لغريري اطلاق توزيع وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن مفردات الحصة التموينية وذكر بيان للوزارة ان الشركة العامة لتصنيع الحبوب باشرت بقطع قوائم تجهيز الوكلاء للحصة الرابعة من مادة الطحين اضاف البيان ان تعميما صدر الى مراكز القطع في بغداد والمحافظات لقدر حصص المطاحن من الحبوب اعتبارا من يوم الاحد الموافق الخامس من شهر آيار الجاري واستقبال الوكلاء اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق السابع منه الشروع بعملية القطع وفقا لجداول مراجعة الوكلاء وحسب توقيتات خطة التجهيز التي نشرتها لجنة الخطة المركزية في الشركة واشار البيان الى ان جداول المراجعة اعطت الاسباقية في المراجعة للمناطق الاكثر فقرا مع التنويه الى ان تزيد اجور قوائم القطع سيكون الكتروني في عموم البلاد عبر بطاقة الدفع للكتروني وتبعا لنظام الدفع للكتروني الذي احتمدته الشركة منذ بداية العام الجاري ودعا البيانة في الوقت ذاته الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع حسب الجداول المعلنة مع توجيه وحدات القطع والتسويق في مقر وفروع الشركة الى تنظيم عملية المراجعة وتوسيط الاجراءات واكد البيان على متابعة عملية التوزيع تجهيز الوكلاء والمواطنين من قبل اللجان الرقابية واستقبال شكاوى المواطنين حول نوعية الطحين المجهز وعوقات عمل الوكلاء او في حال استفاء مبالغ ايثر من الاجورة التي حددتها الوزارة عن كل فرد ودعا البيان جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية الى مراجعة الوكلاء السلام حصصهم المقررة لضمان عدم تكدسها لدى الوكلاء بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات ان وجدت حبر الاتصال بقسم الرقابة او فروع الشركة بالمحافظات ترجمة نانسي قنقر